دلوقتي الشيخ المراغي المفروض هيحسم أمر المنحة الشيخ المراغي قدم المنحة وخلصنا والمدرسة هناك عملت اختبار لانتقاء أجود الطلبة وكان من أجودهم لي وليه نروي صاحبنا اللي احنا بنتكلم عنه بدأ يعاني مشقة كبيرة سنة 37 انه بس يخرج من بكين عشان يصل إلى هونج كونج علشان يقابل بقية أصحابه ويرحلوا إلى مصر معاناه وكانت حصلت حدثة جسر لوقه في سنة 7 يوليو 37 المهم بعد معاناه وصل إلى هونج كونج التقى هناك ببقية الطلبة لجن من بكين وشانجهاي في 5 يناير 38 توجه الوفد إلى مصر وكان أكبر وفد في تاريخ البعثات التعليمية الصينية إلى مصر وكانت ظروف الرحلة في غاية المشقة وصلوا إلى كلاكتا في الهند لم يجدوا سفن تنقلهم إلى مصر أقاموا أيام ثم رحلوا إلى ممباي وصل الأزهر الشريف وأكب على الدراسة حصل في ذلك الحين دخول الحرب العالمية الثانية وغزو اليابان إلى الصين فأرض وطنه تعرضت لمحتل الأجنبي ومستعمر فبدأ يشيل هم بلده وبدأ يعني يبقى عنده يعني زي ما الإمام الشافع بيقول إن الغريب له مخافة سارق وحضور مديون وذلة موثقي فإذا تذكر أهله وبلاده ففؤاده كجناح طير خافقي المهم أنه عاكف على طلب العلم لكن يعول هم البلد ويبدأ ينسق مع أبناء الجالية الصينية في القاهرة إزاي يأملوا فعاليات لنصرة البلد وللتذكير بقضية وطنهم على كل حال حكايات طويلة جدا الأستاذ الكبير تاو شينج تشي في كتابه قصص وراء البحار بيقول رغم أن الطلاب الصينيين الوافدين في الأزهر كانوا فقراء لم ينسوا جمع الأموال المتواضعة لاستخدامها في الدعوة إلى مقاومة الغزو الياباني وتأثرت كثيرا عندما زرتهم في مصر ورأيت 31 طالب مسلم صيني ينشدون معا لحن النشيد الصيني الوطني فوق هضبة الهرم بعد خمس سنوات تخرج الأستاذ الكبير وعاد إلى الصين وانطلق من مصر في 16 يونيو سنة 46 على متن سفينة سياحية صينية المهم وصل إلى الصين وبدأ يباشر عمله أهلا لأسفة دكتور الكلام ده في الكلف الأربعينات إحنا بنتكلم سنة 46 وقبل ما يبقى الوطن حفن الطراب عن سيد قط قبل ما كانوا صلاب صينيين بيغنوا للوطن والنشيد الوطني عند هضبة الهرم وهم طلبت الصين المسلمون الدارسون في الأزهر والباحث الصيني مندهش من هذا الوعي ومن شدة الحضور قبل ما صالح سريع تابعا أن النشيد الوطني من علامات الكفر والخرج من الملة قبل ما يجي النسحة الجديدة دي كلها قبل ما يطرق كل هذا الغبش بلا شك الفترة دي وقبلها قرون من الزمن كانت فترة استقرار للمعالم الكبرى للشريعة اللي تعلم النسان يعظم وطنه